اكتشف فريق بحث ياباني متغيرات بروتينية تتزايد أثناء ممارسة التمارين الرياضية مما يعزز حرق الدهون وقد يفتح المجال لتطوير عقار جديد يساعد في إنقاص الوزن دون الحاجة إلى اتباع حمية غذائية جاء ذلك وفقاً لتقرير نشره موقع كيودو نيوز الإخباري مستنداً إلى دراسة نشرت في الدورية العلمية أظهرت نتائج الدراسة النسخاً مختلفة من بروتين PCG1A تنتج في العضلات الهيكلية أثناء ممارسة النشاط البدني حيث يرتبط ارتفاع مستويات هذا البروتين بزيادة إنفاق الجسم للطاقة وصرح فريق البحث الذي يضم علماء من كلية الدراسات العليا للطب بجامعة كوبي ومؤسسات أخرى بأن زيادة تعبير بروتين PCG1A والتي تعزى بشكل رئيسي إلى تنظيم المتغيرات البديلة تعتبر محوراً أساسياً لتعزيز الإنفاق التكيفي للطاقة كما أظهر الباحثون أن الفئران التي تفتقر إلى هذه المتغيرات تعاني من ضعف في إنفاق الطاقة أثناء التمارين مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة وارتفاع مستويات الأنسولين عند دراسة العضلات الهيكلية لدى البشر وجد أن المتغيرات البديلة لبروتين PCG1A تزداد أيضاً خلال ممارسة الرياضة وأشارت الدراسة إلى أن مستوى إنتاج هذه المتغيرات يختلف بين الأفراد مما يفسر الفجوة في فقدان الوزن حتى بين الأشخاص الذين يمارسون نفس التمارين بينما تستخدم الأدوية التي تقلل الشهية غالباً لعلاج السمنة تشير النتائج الحديثة إلى إمكانية تطوير أدوية جديدة تحفز أو تزيد من هذه المتغيرات بشكل مستقل عن ممارسة الرياضة في هذا السياق قال واتارو أوغاوا أستاذ في جامعة كوبي ومشارك في الدراسة تعتبر الأمراض المرتبطة بالسمنة هدفاً مهماً في مجال الرعاية الصحية وإذا استطاعت الأدوية الجديدة القضاء على السمنة فقد تسهم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض